اشتركوا في القناة وكان المجانين ادعى برؤيته لصحن الطائر من المريخ يا للهول أين الأنباء المهمة؟ مثل قسم الرياضة أرنب يخسر سباق الماراثون أمام سلحفات؟ حسناً أيها المحققين توقفا عن البحث عن معلومات غير هامة وسمع لبعض العنوين الحقيقية كان هذا هيكتور هير أسرع أرنب في المدينة حتى أسبوع قليل لم أخسر سباق جرياً في حياتي لقد فلصوا فيها الخمسة كيلومتر العشر كيلومتر وحتى الأربعمائة وواحد ولا تظن بأنني أتحدث بدافع الغرور فلدي أسرة وأموال الجوائز النقضية تذهب لإطعام زوجتي وأطفالي أقصد فلتحكم أنتما ألست سريعاً أم لست سريعاً؟ تا 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 هذه سمرة حقيقية من شمس ميامي حتى أنني حصلت على مخالفة لتجاوز السرعة وأكد لكم تلك السلحفات مخادعة وسأعطيكما نصف مال جائزة سباق يوم غد إذا أمسكتما بها أثناء خداعها وإخراجها من السباق كان عليهما أن يعترفا بأن سلحفات تسبق أرباً أمر مريب لذا اتجه نحو شقة السلحفات في شمال المدينة مهلاً أيها المحققان لدي معلومات حول الصحون الطائرة كتلة كاملة تم تصويرها كدليل ما الذي تحتاجانه أكثر من ذلك؟ في داياما رأيك في شيء لا يبدو كصحن ورقي طار بسبب الرياح طرار تخلص مريد والعودة إلى عملهما الذي يتطلب تخفياً احترافياً جدياً صحافة أجنبية؟ لم أتوقع قدومكما بالطبع لا أمانع إجراء مقابلة إن حياتي كتاب مفتوح كما ظهر لهما كانت السلحفات تريدويل بريئة تماماً ومع ذلك كان من الصعب تصديق أنها تمكنت من التغلب على أذنب في سباق ماراثون بالتأكيد سمعتما الأرنب يشوه سمعتي لكن الحقيقة البسيطة هي أنه أصبح عجوزاً ولا يشكل أي تهديد لرياضي حقيقي مثلي والآن من بعد إذنكما يجب أن أمارس تمارين رياضية واحد اثنان لائحة الطرق أصبحت هذه القضية واسعة النطاق شاغر آه ألم ترى هذه الحقيبة من قبل؟ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر آه وصل فريق المحققين المشهورين رائع فلنلقي نظرة لا تخفا إذ كانت تلك البيضات مزيفة استخدمتكما لإبعاد كل السارقين عني ويبدو أنكما نجحتما سلمت المتحف البيضات الحقيقية هذا الصباح إليكما المكافأة يمكن لخمسة ألاف دولار شراء كثير من البيض ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر لا بد من وجود اثنين إلى ثلاثة آلاف علبة في هذه الكومة ثلاثة آلاف علبة تحتوي الكثير من السردين كانت هذه نهاية هذا السخيف كان الانتقام منه سهل المنال لكن الهرة والفأر التحريين لجأ إلى التمدن آه لم يكن سوى صديقهما القديم بوتش أيها الصديقان انتظرا قليلا تعرف التحريين إلى المجرم وكانا جاهزين لتسليمه للعدالة لكن أولا أراد شكره على كل المشاكل سنحتاج إلى عينة طعام مهروس وحمض نووي سنحلل البيانات ونضع طراضية ونحصل على الإجابة خلال ست وثلاثين ساعة ست وثلاثون ساعة؟ ماذا أفعل حتى ذلك الوقت؟ كل في الخارج لا أعلم يكون الدفع مسبقاً هذه التقنية ليست رخيصة أوه مرحباً توم والجاري أوه ثران طابعاً كان ماكراً لأقصى درجة تتصورنا لكن إن ظن التحري سريع الكلام وصديقه ذو الذايل الكثيف أنهما سيؤسسان عملهما بالقرب من مكتب الهر والفأر التحريين سيواجهان عقبة أخرى هل تدعوه يتكلم عنك على الدوام؟ هذا الضعيف لم يتحلى بالقوة حقاً أوه علينا تصرق أخبار أخبار اقرأوا كل شيء السيدة بيتا بيرجلد سرقت وفانسي فيش سرق صندوق ثروتها يمكن لكائن مائي الاستعانة بمساعدة تقنيتنا وطبعاً بضعف رسومنا العادية يا رفاق يا رفاق لا داع للشجار ما رأيكما لو نحل خلافنا هذا بمسابقة؟ نحن سوف نستخدم الآن تقنيتنا المتطورة ضدها ضدك الفريق الذي يحل القضية سيفوز أما الخاسر فسيبحث عن مجال عمل آخر اتفقنا؟ أخذت أربعة أطواق في أسبوع في المتنزة كل شيء يشير إلى باركلي لكن بما أن الليل طويل ظهر باركلي لكي يمسك به الهر والفأر التحريان عليهما العمل سرياً أنا لا أحب العشاب أبداً أنا لا أحب يا نبيع الشرب لا أحب سلة النفايات كما لا أحب الكلاب الصغيرة والأطواق الفاخرة كهذه مثلاً أوه لا عجباً حان وقت اتخاذ القرار يستطيع التحريان التعامل مع الكلب مباشرةً أو إحضار الحقيبة والهرب كادا ججتين جبنتين كان الخيار سهلاً للتحريين الشجاعين أنت تعب ثم مع الكلب غير المناسب يا سلة المهملات حسناً حسناً لو لم يكن باركلي إنه يوم الفرص سوف أتدبر أمركما مهلاً هاتني ليست أعلبتين هذا فأر وهر أعتقد أنه أصيل النسب بل إنه كلب مهجم ولديه فرو قصيم بل فروه طويل نسبية وربما فرو مجاعد وله عينان اثنتان على الأقل أي نوع من الأدلة الغبية هذا؟ الأذنان مدببتان بل أكثر استدارة وعينان كبيرتان بارزتان متعطشتان للدماء ولديه قلب من ذهب معلن انسوا ما قلته أصبط أي الطائر الأحمر لا تستمعا إلى صاحب الريش فلنرى ما لديكما دروس تعلم الرسم لم تجد نفعاً المشكلة أن أحداً لم يتمعن به جيداً فهو يتوارى في الظلال ولهذا من الأفضل لنسيان الأمر فالقضية برمتها شديدة الخطورة أخرج من هنا حسناً لكن لا تقولوا أني لم أحذركم إن سيا أمره فعقله صغير للغاية ساعدانا نحن يأسون يبدو أن الاختيار أوقع عليك يا عزيزي توم حان وقت مراقبة الزقاق الأكثر ظلاماً ورعباً في المدينة من حسن الحظ أنهما أخذا كل تفصيل بعين الاعتبار هاااااااااا إنهما من الناشر هل يمكن أن تكون؟ إنها كذلك دفعة مقدمة أخرى بخمسة دولارات الحافظ الملائم للبدء بالتفكير بطريقة إبداية أوه نعم ورقة من المؤسف أنك لم تحتفظ بأي ملفات قضايا لأوقات كهذه حسناً من كان ليعلم مخزون من أهم قضايا هما ملابس؟ كلا حقيبة؟ غير ملائمة مكتبة؟ مذكرة عمال؟ ماذا لدينا هنا أيضاً؟ بدأ هذا يبدو كقضية ميؤوس منها هاي هاي مهلاً ماذا عن ملفات القضايا التي لم تحل؟ هاي من كان ليعلم إنه الحمام كروكت إدي أتريداني معلوة حول قصة جريبة؟ حسناً لدي الملايين منها فأنا أرى كل ما يجري في المدينة مثلاً أتعرفاني صندوق البريد عند الزاوية؟ كل يوم يأتي هذا الرجل يصرق البريد ويرميه في حقيبة ويقود مبتعداً إنه ساعي البريد يا إدي آه حسناً اسمعوا هذه المعلومة إذن يوجد نادي كبير حصري في وسط المدينة يدفع الناس المال مقابل دخوله وفي الداخل يعلم الظلام باستثناء ضوء واحد فوق هذا المربع حيث يوسع رجلين بعض فيما ضرباً لا أحد يمنعهما والجميع تهدل لهما إنها حلبة الملاكمة يا إدي أي عقل هذا؟ الثالثة ثابتة يا إدي حسناً حسناً كنت أوفر هذه المعلومة هناك جميع تلك السيارات السفراء على جانبها نقشة رقعة الشترنج والتي تقل الناس من مكان وتوصلهم إلى مكان مختلف تماماً ويتم دفع الأموال من الواضح أنهم متورطون سيارات الأجرة سنرم الكتاب عليك يا إدي إنه مكان استراحة الحيوانات بعد العروض حيث يهزؤون بالأغلب الطمور استسلم أنت رهيب إنك تغفو لكن الهر والفأر التحريين لم يأتي للترفيه أتيالي العصور على حمام مفقود حين أعد حتى ثلاثة ستتصرف كالدجاجة واحد، اثنان، ثلاثة لا أشعر أنني دجاجة هل أبدو كدجاجة؟ بينما انتظران نهاية عرض روني تفحص أشياء الحاوي لا بد من وجود بيرسي في مكان لا يختفي أحد من دون أثر هيا، إنها أقدم على الإطلاق كان الحمام شريكاً ليس نبتا، كان بيرسي مشاركاً في العرض إذن تجول بيرسي الغامض ذات ليلة أنا لم أره سابقاً ثم بعدها اختفى بحيلة حقاً نحن ندرك هذه الحيلة ثم يعين روني التحريين فريك وفراك للعثور على الحمام المختفي بحيلة تسمى هذه حيلة دعائية بل خدعة ياباني هيا، تقبل الأمر روني يجب أن تدرك مكانتك الفعلية أعمل في العرض الثاني بعد القرد لعب الكرات المخادع وحده يستطيع فعل ذلك هذه ثاني أقدم حيلة في الكتاب أدرك التحريان أنه بقي أمر واحد للقيام به في تلك المرحلة كان جاء عيني كفاية ليقبل العمل مع أي زبون حسناً، تقريباً مع أي زبون ستينكر ستينكر الكلب أحب النفايات كما تحب السمك السباحة هيا يا صديقي، إنها حالة طارئة، أنا جاد هذه المرة ماذا جرى؟ أخسرت قطعة نفايات؟ لقد خسرت، لقد خسرت ثروة ألقال ثروة؟ حسناً، في هذه الحالة هل ستساعدانني؟ فلن ستساعدانني على إيجاد ثروتي؟ حصل الأمر أمس، وضعت ثروتي في إناء مميز، ولكن حين عدت لكي أتفقده، لم أستطع إيجاده يعرف الجميع أن إناء ستينكر المميز هو مكب النفايات في المدينة، بكلمات أخرى حتى ترتيبه للأشياء مقرف ولكن كيف سأصف لكما ثروتي؟ حسناً، أظن أن بإمكانكما رؤيتها، فهي لتزال داخل الكعكة مهلاً لحظة، أهذا ما تقصده؟ وما قد أعنيه غير ذلك ولكن ما الذي يجري؟ قلت ما ستعملاني على قضيتي، حتى أننا تصافحنا عجباً، ستينكر محق تماماً في هذا تصافحوا كلهم والرائحة الكريهة تثبت ذلك إنها رائحة الصلصة، المفضلة لدي إنهما في موقف المحرج، في وضع لا يحسدان عليه ستساعداني على إيجاد ثروتي؟ سيعمل المحققان الهر والفأر على القضية يبدو أنهما سيلعبان قليلاً بالنفايات المقرفة، وهي لعبة لا رابحة فيها تجداني شطائر هنا لقرب المكان من المخبز مهلاً، هذه كرات مططية، ترمى الألعاب هنا لا، مهلاً، ترمى الألعاب المكسورة هنا لا، مهلاً، بل ترمى هنا، لا، مهلاً قد يكون ما يبحث عنه ستينكر في أي مكان عليكم إيجادها، إنها ثروتي كلها، يجب أن أجدها في الحال لم يكن من خيار آخر، على المحققين الغوص في مكب النفايات المؤكد أنني انحرفت قليلاً مرحباً صديقي هل يوجد أحد منكم مهتم باستخدام زي دوب؟ إنه الكلب الرئيسي ضائع، لكن كيف جرى تقييده بالشجرة؟ يبدو أنه ينبح شيئاً، لكن صديقينا لم يدرسات الكلغة يا للهول، هل لا تفكونا بثاقي من فضلكم حتى نفوز بالسباق؟ شش، سكوت هيا، قل لي، هل هذا ضروري؟ لا تفتح حتى الرابع من يوليو انظروا هنا، هناك صندوق ألعاب نارية التي أشعلتها ستشتعل تلك الألعاب النارية في أي وقت، سيكون النصر بالنصيب عمل رائع عن جزه الفأر والقط المحققان مرتان أخرى أتعلمون؟ أنا سعيداً بهذا الشيء للغاية المركز الأول ها، ألن نحصل على إكرامية؟ هكا إكراميتك، لا تراهن ضد الأخيار أبداً هل تبحثون عن وسائد؟ لدينا وسائد في متجر الوسائد 24 على 7 أكبر تشكيل وسادة لكل مناسبة لا نغلق أبواب نقاط ويقع مركزنا إلى جانب ثرعي الجد منزل العجائز وحيواناتهم الأليفة مع أكثر من مليون وسادة في المخزن، سيكون الأمر سهلاً كلب حراسة لإبعاد الحيوانات قد يشكل عقباً لا تركيز افتاح الرعاة المصر عذراً يا أصدقاء حاولت أن أخبركما أوه أوه إنها فريدة من نوعها ولا شبه لها في العالم كله أوه 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 عليهما حل هذه القضية بالطريقة القديمة حسناً أضعتها أثناء نساتي يأخذني الشاب من خدمة تنزيه الكلاب مرتين في الأسبوع في نسات حتى أتمكن من زيارة المركز أوه لا يجب على سبايك التوقف عن تناول عصير الأنناس لا شيء هنا فلنقم للطريقة مع الحاجة إلى تغطية كل المناطق كان يبدو أن الأمر سيكون أصعب من العثور على إبرا في كومة قش في هذه الأثناء كانت جيري يستجب المشتبه بهم الاعتياديين أجل في الحقيقة لقد رأيت هذه التي تدعى بيلي ويلي دعني أوليك أين؟ أترى؟ لقد كنت جائعاً للغاية وأكلتها عن طريق الخاطئ هذه ليست ليلة سعدي سملاء غرفة من القطط لست متطلباً الأفكار تحررية كانت الأمور طبيعية حتى الآوين الأخيرة لا أفهم الأمر في البداية كانوا زملاء سكن المثاليين كانوا نظفين وهاديين ويبرعون في بعض الفئران لا أقصدوا لي هنا قبل أن يبدأ الأمر كان كل شيء طبيعياً كنا نفعل كل شيء معاً نمارس الرياضة في الحديقة والمشي على التلال والسباحة في مسبح المدينة حسناً لم يكنوا من هواتي السباحة كثيراً ولكن منذ فتعة أسابيع أصابهم السنجلوني كما لو أنه وحوش الفضائية اندخلت رؤوسهم وامتصت أدميغتهم بسيطاني كشا كانت قصة وفل جنونية كحاله لكن أصدقاءه القطط كانوا أكثر جنوناً أي شخص يمكنه أن يرى أن ميتمس كان قد فقد عقله في حين كان توبي مصاباً بالجنون كلياً أما إرني فكان مقتلاً عقلياً قرر الفتى إجراء بعض اختبارات لإلقاء بعض الضوء على قدراتهم العقلية نعم أظهر علامات متلازمة الجمجمة الفارغة للإيجار من يمتلك قط يعرف أنه لا يملك الكثير من العقل في رأسه بالأصل أرأت ما أقصده؟ إذن راقب توما جيري المجموعة لبعض الوقت وبكل تأكيد قاموا فعلاً بكل شيء معاً لكن حتى الآن هواياتهم كانت مشاهدة برنامج تلفزيوني يدعى أكلة الأدمغة الفضائيون الملحمة الأزلية للغزو الفضائي لأكلة الأدمغة الجائعين والذين يهبطون على الأرض بحثاً عن الأدمغة أكلة الأدمغة الفضائيون سبايك يواجه مشكلة كبيرة لدي مشكلة كبيرة عظامي مفقودة بعض القضايا أسهل من غيرها ليس هذه العظام أيها الفطين بل التي أطمرها أحب أكثر من الحياة فهمت؟ كان نفسه مليئاً بالغضب ورائحة الطعام حين أعرف من هو الفاعل سوف أتشاجر معه لو كان الذكاء عبارة عن نقود لكان هذا السخيف مفلساً ربما نسي أين طمر هذه الأشياء السخيفة سمعت ذلك توم وجيري لم يخافا من قليل الفتنة تعامل مع أطباع أجرس في صفوف غداء الحضانة هكذا إذن بعد أن سائم وافق توم وجيري الذهاب إلى شقة قليل الفتنة لإلقاء نظرة عليها قليل الفتنة؟ عاش سبايك في عمارة وسط المدينة عشرة طوابق شاهقة يجب تسلقها لكن لا تصلون إلى شجاعة التحريين من دون بعض القوة اشتركوا في القناة هيا توقف عن هذا الضجيج يخلد صغيري للنوم الآن قابلني في الأسفل بعد خمس دقائق أخيرا جاءت ليلة المباراة الكبرى في هذه الزاوية البطل وطبعا في الزاوية الأخرى في تلك الزاوية هناك بيرتريند السلحفات الصغيرة لا تنسح من الآن أيها الهر تذكر بيرتريند متجر المزاح فكرة رائعة متجر كارل المجنون مختلف الخدع لحسن الحظ مع جيري المال سيغطي هذا الأضرار وكما العادة يبقى البطل غير مهزوم ماذا يجري؟ الجولة الثانية تطلب 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 بدرة العطس الرابح المفاجأة والبطل الجديد بيرتراند أنت لست أمني؟ أنتما المحققان اللذاني استخدمتهما للعمل لصالحي كيف عرفت ذلك؟ طائر صغير قد أخبارني مرحبا يا صديقي يفترض بكم أن تعمل لصالحي كان بيننا اتفاق أنتما لفنان تديناني لي باعتداري الآن أشعر بالرواة والآن القائمة اليسرة ترجمة نانسي قنقر